فما حاجة سيد العميد كنت ننتظرها منك وقلت في أولويات المجلس هو دراسة يعني ومناقشة مشاريع قوانين قلت على رأس المشاريع قوانين تهم الاقتصاد ثم الإدارة ثم وعتيتنا مثال الفصل التسعين كنت ننتظر منك أنك تقول مراجعة المرسومة 54 شيء تأشو اللي تقول هذي على رأس يعني الحاجات اللي بش ننظروا فيه بالنسبة لي نشوف لهنا أنا نعتقد كل قانون بعد تطبيقه مدة معينة لابد من تقييمه ومن تقييمه من كافة الأطراف المتداخلاء نحن نريد أن يكون الأعلام يعني يقوم برسالته على أحسن وجه لا أكثر ولا أن يقع ولا أن يقع الانحراف بالمادة الأعلامية لأنه مثلا كما في وسائل التواصل الاجتماعي سعاد ثم ناسي من سلم عراضهم ومن سلم كذا ثم العديد من الشخصيات الوطنية التي لها كفاة وأصبحت لا تصدع برأيها تحاشيا لهذه المسال لذلك نعتقد أن مرسوم 54 جاء في إطاره القانوني نتيجة وضع معين بعد التطبيق كل قانون هو قابل للمراجعة وقابل لبداء الرأي ومن الممكن إذا تضح وأن هذا القانون يستحق المراجعة في وقت من اللوقات فلا نخشى ذلك ونبادر بذلك نعرف اللي أنت أكثر من مرة اللي أنت يعني تقول الحرية قبل كل شيء ونجم يكون الرأي يكون فما عقابه لك ما يكونش سلب الحرية هذا هو يعني أحنا نقوله شوف أحنا نقوله دائما الحرية لكن الحرية لها حدود يعني لا يمكن نراه مثل الثلب ومسلة يعني الازديراب الأشخاص نراه العنف ثم العنف اللفظي نراه مش العنف كونش البدني ثم إنسان إذا كان تنسب له أشياء يعني غير معقولة وأشياء كاذبة هذا كراه عم في مسك شخص هذاك ولذلك من واجب الدولة حماية كل مواطنيها لا أكثر ورقل وذلك بسن قوانين عادلة لا أكثر ورقل هذا مرسوم 54 مرسوم 54 بعد التطبيق نشوف الحالات التي يشتكي منها والتي وقعت نظر فهمتنا في القضاء وإذا أحوج الأمر يعني تعديله يعني كما قلت ممكن تعديله ترجمة نانسي قنقر